السلام عليكم اهلا بكم حبيبي معيكم ميس مروة من قناة ميس مروة النهاردة ان شاء الله هنستكمل شرح منهج الماث لجريت تو قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت اول مرة تشوفوا الفيديو وشير للفيديو كتير عشان غيركم يستفاد ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في القومنت ستحت وانا هارض النهاردة حبدأ في lesson 14 lesson 14 make a 10 to add and subtract make a 10 to add and subtract before we start remember remember components of 10 components of 10 يعني مكونات الرقم 10 components of 10 مين هما عندي components of 10 number 1 10 plus zero equal 10 9 plus 1 equal 10 8 plus 2 equal 10 7 plus 3 equal 10 0 plus 10 equal 10 يعني هي هي بس معكوزة 1 plus 9 equal 10 2 plus 8 equal 10 3 plus 7 equal 10 6 plus 4 equal 10 4 plus 6 equal 10 5 plus 5 equal 10 يعني هو ممكن هنا اجيب لكم 6 number 1 تكتب في الاول وممكن 4 بعدها وهكذا بالنسبة لبقية الارقام ممكن يعكس ممكن 4 يجيبها هي الاول 6 بعدها انما هنا عندي كل النمبر دي تديني كان تديني 10 هنا عندي بقية حكتب components of 10 components of 10 هعملها ازاي هنا عندي number 2 هنا عندي number 2 هعملها ازاي هقول افتر 2 افتر 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 لغاية موصل لمين لغاية عندي موصل للتن طب اللي انا طلعتهم على ايلي دولة كان هايبدي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 اكتب هنا عندي number 8 هنا عندي 2 plus 8 equal 10 لكن كتير منكم شاطرين وحفظوها ان هنا عندي 3 plus 7 equal 10 3 plus 7 equal 10 يعني في منكم ناس حفظوا components of 10 هنا عندي 1 plus 9 equal 10 طب ياميس ماروة لو انا مش حفظوها مفيش مشكلة شوفها عندك النمبر اللي مكتوب واللي يقول هنا عندك number 4 هتقول after 4 5 6 7 8 9 10 طلعت عيدك كان طلعت 6 هتعد اللي طلعته على ايدك وتكتبه هنا تكتب هنا number 6 هنا عندي 9 9 after 9 10 يبقى هنا عندي number 8 after 8 9 10 طلعت على الهند كام 2 اكتب هنا number 2 5 after 5 6 7 8 9 10 طلعت على الهند هنا عندي كام 1 2 3 4 5 حيبقى هنا عندي 5 plus 5 equal 10 after 7 8 9 10 هنا عندي 7 plus 3 equal 10 6 plus 4 equal 10 the next page ركزوا معايا كويس قوي هنا بيقول لي make a 10 to add make a 10 to add هنا بيقول لي find the sum sum يعني اوجد النتيجة of 8 plus 5 8 plus 5 هنا بيقول لي ايه first way يعني الطريقة الاولى to show 8 then show 5 يعني ايه الطريقة دي يعني هنا مثلا هقول after 8 after 8 9 10 11 12 13 لغاية مطلع على الهند كام هنا عندي 5 هيكون عندي هنا كام 13 8 plus 5 equal 13 ركزوا معايا واحدة واحدة تمام سبكوا مندي دلوقتي عشان ما تطلق بطوش امشوا معايا واحدة واحدة طيب هنا بيقول لي second way second way يبقى هنا عندي number 1 ان انا كتبت هنا عندي 8 plus 5 حطيت 8 في mind وال5 في الهند قلت after 8 9 10 11 12 13 وكتبت هنا كام 13 لكده هنا عندي the first way طب ايه هو هنا عندي the second way الطريقة الثانية هنا عندي 8 plus 5 هنا عندي the great number is 8 the great number is 8 بسيبه زي ما هو بعملش في حيك بروح عندي to the small number to the small number هنا عندي كام 5 هنا عندي كام 5 بفكها بفكها ل2 numbers بفكها ل2 numbers هنا عندي number 2 وnumber 3 number 2 وnumber 3 طب ليه هتقوله وليكن انا ما عملتش 4 plus 1 4 plus 1 ما هي برضو 4 plus 1 equal 5 لأ هو هنا عايزك النمبر اللي تكتبه في الاول لما تيجي تعمله plus plus الاصل الات يديك كام يديك كام يديك تاني واللي هيتفضل من 5 هتكتبها النحية تاني هفاهمها لكم تاني واحدة واحدة يبقى الرقم اللي انا هفكه من هنا اول رقم لما اجي اخطره لازم لما اجي اخطره لما اجي اعمله plus للمبر اللي عندي لازم يديك كام لازم يديك تاني واللي هيفضل من 5 هكتبها النحية التاني طب ليه انا عملت كل الدوخة دي وليه لازم يديك تاني ليه بقى لان انا هنا عندي ده يعني الخطوة التانية بعمل ايه بقول ايت بقول ايت بلاس تو اكوال تان هو هنا كل مشكلته ان هو لازم بيتكلم عن التان فلازم يكون الصم بتاعهم المجموع بتاعهم هنا كام تان طب التان اللي طلعت لدي بعمل ايه بخدها تاني بخدها تاني اعمل لها بلاس ثري عشان في الاخر يطلع لي كام ثرتين سو بعد كده هقول هنا عندي الايت بلاس فايف هارجي على اصل المسألة عندي ايت بلاس فايف ايكوال ثرتين هتقولو لي يا ميس ماروة طب ليه اللفة دي كلها طب انا ااخد عندي هنا الايت بلاس فايف واقول افتر ايت واعد من بعد الايت لغاية ماوصل لمين لثرتين لغاية ماوصل لثرتين تمام ما عنديش مشكلة والطريقة دي سهلة جدا وصح بحساب لك صح طيب افرد في الامتحان جابلك الطريقة دي اللي هو عايزك تفكها تفكها كده ان اللي يكون عندك هنا لما تجي تعمله بلاس للنمبر الاولاني لازم يطلع لك تاني طيب تعالى بقا انا هقولك الحل ايه هو الحل خلاص ثبت انت الطريقة دي في دماغك اللي انت بتحط الرقم الكبير وهتجمع عادي يعني هو لو جبالك بالطريقة دي اعمل لها بلاس عادي وما توجعش دماغك بالطريقة دي طب هل معنى كده ان الطريقة دي خلاص انا مش مقررة علي ومش هعرفها لأ طبعا مين قال كده انا سبت دي بس سبتها في دماغي عشان لو جاتلي كده اريح دماغي واعمل على طول انما لو جاتلي ان انا افكها كده لتو نمبر مانا لازم افهمها عشان اعرف احلها يبقى ميس مارو قالت ايه انا بعمل كده على خلاص مانيش دعوة فيه وبروح على سمول نمبر بروح على سمول نمبر طيب انا اعرف مين اللي لازم اطلعتوه هشوف الات هنا عندي عشان توصل للتن عشان توصل للتن هزود كام هقول افتر ايت ناين تن يبقى طلع هنا عندي كام تو التو دي هكتبها طب هي الفايف الفايف لما عملتلها ماينس تو هيتفضل معايا كام ثري هيتفضل معايا ثري ده كده اول خطوة عرفتو ليه هو فو كان بيديكو الكمبوننت اف تن لايه بقى طب والخطوة التانية بعمل ايه باخد عندي ايت وعمل لها بلاس للنمبر اللي انا فكيته اول واحد هيطلع لازم يطلعني تن لازم يطلعني تن لو ما طلعش التن يبقى فيه حاجة غلص والتن دي هنا هاخدها اعمل لها بلاس للترين اللي فاضله عندي يديني كام ثرتين هنا عندي في براكتس نامبر وون في براكتس نامبر وون بيقول لي ايه طالما جابها لي بالشكل ده كده وما طلبش مني ان انا فكها يعني ما جابليش كده شاركل وشاركل وقلب مني ان انا فكها خلاص احلا عادي هنا عندي ناين بلاس سافن ايكول هقول افتر ناين افتر ناين افتر ناين افتر ناين تن هنا عندي نامبر سكستين هنا عندي الجزء ده كده ما فيهوش اي مشكلة هتعرفوا تحلوه على طول ما فيهوش اي مشكلة طب هنا عندي في نامبر تو يا مسمرو بيقول لي ايه بيقول لي ميكا تن تو اد the first one is done for you يبقى هنا عندي لازم الطريقة دي اكتبها زي ما هو عايز هنا عندي عمل ايه حنراجع تاني عشان تحلو معي لوحدوكم هنا عندي السافن بلاس فور هنا عندي السافن بلاس فور اتفعنا ان هنا عندي the great number ما بجيش جنبه حول انما انا عيني بتروح فينا على small number بعمل ايه بفكه ل two numbers بفكه ل two numbers طب اللي بكتبه هنا تبقى بناء على ايه بناء على ان لازم يكون النمبر اللي هكتبه هنا مع السافن لازم يكونوا equal ten لازم يكونوا equal ten طب دي عمي سمرو هعملها ازاي سهله حولت محنا خدنا component of ten حاجة هنا اقول after seven eight nine ten طلعت كام على الهاند طلعت three حكتب هنا كام three طب هنا عندي الفور لما اخد منها three حيتفضل هنا عندي كام one excellent حاجة هنا عندي بقى نحل المسألة هكتبها ازاي حكتب هنا عندي seven حكتب seven بس مش حكتب plus four حنزل تحت كده اخليها تاخد من three لازم النمبر اللي طلعه هنا عندي في الاول يكون كام ten لازم يكون ten هنا عندي and ارجع اخد ال ten تاني هنا عندي plus eight plus one equal eleven وهنا عندي في الاخر خاشة اتاكر من الحل اللي عندي ده هعملها كده هعمل seven plus four واقول after seven eight nine ten eleven واجي هنا اكتب number eleven لو eleven ده طلعلك في الاخر بعد كل الخطوات دي يبقى انت كده ماشي صح يبقى انت كده ماشي صح وحتيجي هنا في الخطوة الاخيرة هتقول seven plus four اللي هي المسألة الاساسية عندي equal eleven equal eleven انا عايز اعلمها لكم حاجة ان هنا لما يكون عندي كلمة and هنا عندي كلمة and لازم يكون هنا عندك ten ثابت وهنا ten ثابت يعني عندي كده الجملة دي ثابتة ten and ten هنا عندي ten and ten دي هنا كده ايه ثابتة دي كده ثابتة هنا ال ten قبليها plus وهنا ال ten التانية بعديها plus ال plus اللي هنا بكتب فيه النمبر اللي فكيته اول واحد وال plus التانية النمبر اللي فكيته تاني واحد تعالوا معاك ال example ده كنحلها مع معاك هنا عندي ايه ال six plus seven ال six plus seven طب احنا كنا متفقين ان احنا بنسيب great number ونروح نفك من small number لكن هنا بيقول لي ايه تاني قال لي لأ انا ممكن عادي افك small number وممكن افك great number على حسب ما يريحك لابا هو ما فكلكش كده او ما جابلكش ال as مع نمبر معين انت حل اللي يريحك لو هيريحك اللي انت تختار small number ابدأ ب small number ما فيهاش مشكلة تمام طب هنا عندي six plus seven هنمشي واحدة واحدة مع بعض احنا عايزين اللي يكتب هنا لازم مع ال six يديني كام يديني ten يبقى انا هقول after six seven eight nine ten طلعت كام على ال hand four على طول انزل اكتبهم هنا على طول انزل اكتب الفور هنا خلاص مش هنبص على ال six تاني احنا بقى عنينا هتنشي كده هتروح عند ال number eight ten هنا عندي number seven طب هي ال seven لما انا اخدت منها four عملت minus four equal three excellent تبقى كده اول خطوة تمام مفيش منها اي مشكلة طب احنا اتفقنا ورسلكو ايه اتفقنا ان كلمة and هنا عندي لازم يكون هنا عندي number ten ولازم يكون هنا عندي number ten واتفقنا ان ال plus اللي قابليها هنا بيكون مكتوب فيها number الاولاني اللي هو هنا عندي four وال number التاني بروح اكتبه بعد ten الطريقة دي حلوة جدا مش هتلغبطكم طب نراجع مع بعض نشوف احنا ماشيين صح ولا غلط هنا عندي six plus four equal ten يبقى انا كده ماشي صح هنا عندي ten plus three equal thirteen equal thirteen طب هيا الثرتين اللي طلعت اللي جينا عايز اكد منها اعمل ايه اعمل كده six plus seven six plus seven after seven eight nine ten eleven twelve after seven eight nine ten eleven twelve thirteen هكتب هنا كام thirteen انا كده ماشي صح تمام اخر خطوة عندي بطلع بعد المسألة الاساسية عندي اقول له six plus seven equal thirteen اكتبها كده وانا قلبي جامد خلاص مانا راجعتها بالطريقة دي وطلعت معي ايه صح نطبق مع بعض مثال تاني هنا عندي four plus nine four plus nine هنا عندي حفك مين حفك الفور حفك الفور دي سهلة هنا عندي nine nine هزوج عليها كام عشان لازم يدوني ten لازم يدوني ten هقول after nine ten after nine ten يبقى طلعت هنا على الهند كام one اجري اكتبه هنا طالما كتبته هنا بدأت اخش في المربع في الدايرة دي يبقى خلاص عيني مش هتبص على الجزء ده انا عيني خلاص بقى بتبص على الجزء ده طالما كتبت فيه number خلاص اكمل فيه اخد one كده واطلع عند four هقول هي four لما عمل لها minus one اخد منها one هتديني كام excellent three excellent three برافو عليكم خلاص الخطوة دي هي اصعب واحدة اللي بشاغل فيها مخصوط طالما طلعت هنا عندي two numbers خلاص البقي سهل ليه سهل لان انا قلتلكم ان انا هنا عندي and تمام قبليها عندي ten بعديها عندي ten غنوهجب قبليها back tip ten بعديها back tip ten يبقى هنا عندي ten وهنا عندي ten طب انا قلتلكم ان انا باخد first number واندل اكتبه هنا وال second number باندل اكتبه هنا تمام بس انا هنا هاخد بالي ان انا لما بدأت اكتب المسألة عندي انا بدأت من اليمين فكتبت one النحيا دي فلما هاجي هنا اخد three هيبقى عندي three plus nine مش هيديني ten وقلت هنا لازم اللي يخلع عندي يديني كام تاني يعني اخد بالي ان انا هنا هاعكس طالما انا اعكست من الاول كتبت one هنا والthree هنا يبقى هنا لما اجي اعمل plus اشغل مف شوية اشوف مين فيهم من من في ال two number اللي انا طلعتهم لما هعمله plus nine هيديني ten هاخد مين هنا هاخد one هيتفضل هنا عندي three هكتبها النحيا التاني هنا عندي one plus nine equal ten يبقى انا كده مش صح هنا عندي ten plus three equal thirteen طب هتاكد من الاجابة بتاعتي هنا هعمل nine plus four يديني كام يديني thirteen هاجي في الخطوة الاخيرة هقول four plus nine equal thirteen تمام انا لما عملت الخطوة دي مردتش امسحها وارجع اكتب الone هنا والthree نحية التانية قلت لأ هكمل بالطريقة دي عشان لو اي حد منك وصل للخطوة دي ولأ ان هو عكس ما يكتبش هنا three ويكتب هنا one النيحية التانية ولاي المسألة لغبطت خالص وهيجي يقول لأ اديميس مروى اللي قالت لأ انا برضو لما هفكها هشغل مف شو هشوف مين من النمبرز اللي عند هنا لما هعمل له class nine هيديني كام ten لان وارد اللي انت لما تبدأ تحيل المسألة انت ممكن تبدأ من النمبر اللي مكتوب هنا يعني اول اول ما انا قلت خالصا قلت one طب ما انا ممكن انا ابدأ بالone هنا واحد تاني غيري يبدأ بالone النيحية التانية ويعكس three نحية التانية معنى كده اللي في منكو هيحلها صح وفي منكو هيحلها غلط على حسب المكان اللي انت بدأت تكتب فيه النمبر طب ايه الحل بعد ما انا خلاص كتبت two number قبل ما انزل اكتبهم هنا قبل ما انزل اكتبهم هنا لازم اشغل مخيمين منهم لما اعمل له plus هلازم يديني ten طب يبقى ايه اللي ثابت هنا عندي ما بيتغيرش اللي هي التان والتان اللي بينهم كلمة ايه and هنا عندي eight plus six eight plus six قبل ما افكها لازم النمبر اللي هكتبه هنا لما اعمل له plus للا eight يديني كام يديني ten يبقى اقول after eight nine ten طلعت كام على الهاند طلعت two طلعت two طب هي six لما اعمل لها minus two six minus two equal four excellent خلاص انا عملت المسألة دي كده خلاص تسعين في المية من المسألة معايا صح طب اتفقنا ان بيكون هنا عندي ten and ten دي سبت قبل ما ابدأ بقى انزل الخطوة دي انا هنا عندي eight اشغل مخي طب يا ترى ال eight دي اخد two ولا four عشان يديني ten لازم اسأل نفس السؤال ده في الخطوة دي بازاي مع ان انا عندي هنا بالترتيب كنت ممكن هنا انزل ب two هنا انزل ب four بس طلعو ما هنا حصل معايا drop لما اغيرت الترتيب بتاع الاماكن هنا يبقى لازم انوصل الخطوة دي افكر بالطريقة دي مينة هنا عندي لما عمل لها plus eight يديني ten two ولا four excellent هبقى هنا عندي eight plus two equal ten هيتفضل هنا عندي الفور هيبقى ten plus four equal fourteen قولنا بنطلع نتأكد منهم فين فوق بنطلع نتأكد منهم فوق نتأكد من ايه بقى احنا بناخد الاركام الاساسية اللي هي ال eight plus six ال eight plus six after eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen حيطلع هنا عندي كم؟ 14 خلي بالكو النمبر اللي بيطلع هنا عندي انا ما باخدش ال ten plus four لا انا باخد الرقم الاساسي نفسه بعد كده بنزل تحت هنا بكتب number fourteen number three make a ten to add the first one is done for you هنا بعملها بالطريقة العادية خالص لما هو ما طلبش مني عملي دوت وفكهالي كده خلص بعملها بالطريقة العادية هنا عندي nine plus three equal twelve seven plus five equal after seven after seven eight nine ten eleven twelve هنا عندي number twelve six plus eight equal after eight انا هنا باخد ال great number انا هنا عندي ببدأ بال great number after eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen يبا هنا عندي six plus eight equal fourteen ودول هنا كده عندي همورك ما فيهاش اي مشكلة طب انا كان عندي في الجزء الاولاني كنت بعمل ايه؟ كان بيقول لي make a ten to add لكن هنا مش بيقول لي add هنا بيقول لي subtract يعني بعمل ايه؟ يعني بعمل minus يعني بعمل minus the first one is done for you هنا عندي 16 minus seven 16 minus seven فبهل هي تفرق عن المسألة اللي فوق مجرد بس ان انا غيرت العلامة غيرتها من plus للمينوس بس طريقة ان انا بفك ال numbers زي ما هي هنشوف عندي هنا في example number one هنا عندي 16 minus seven اخدت ايه؟ هنا عندي اخدت مين؟ اخدت ال seven بس انا في plus هنا عندي فوق كنت بقول ايه؟ كنت بقول انا ازود كام اعمل plus لكام عشان يديني في الاخر كام ten هنا مش هقول كده هنا هقول هيخد منها كام يعني هتسلفني هي كام عشان في الاخر هي توقع ب number ten تكون موجودة ب number ten هنا عندي 16 هنا عندي 16 دي سهلة هيخد ال 16 اعمل لها minus ten هعمل لها minus ten هيتفضل هنا عندي ال six هروح هنا اكتب number six بعد كده اقول ال seven بعد كده هقول ال seven minus six ال seven لما يخد منها six هيتفضل هنا عندي ايه؟ number one طب ايه هنا عندي الاساسي اللي هو ال ten and ten دي مش بتتغير ten and ten هنا في الخطوة دي برضو هاخد بالي هقول هي ال 16 اعمل لها minus كام minus كام six or one عشان يديني ten ما منفعش اقول 16 minus one equal ten مش هتيجي يبقى هنا عندي 16 minus six equal ten بعد كده بيتفضل هنا عندي number one بكتبه في النحية الثانية بعد كده بقول ten minus one equal nine طب احنا عايزين نتأكد هقول هنا عندي 16 minus seven هقول ايه after seven after seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen sixteen طلع هنا عندي كام طلع هنا عندي nine حكتب هنا number nine فاهمين ايه الفرق بين الماينس وبين البلاس في البلاس كنت بقول ازود عليكي كام عشان تديني ten انما في الماينس بقول ايه اخد مني كام عشان تبقي واقفة ten فاهمين ازاي هنا عندي في البلاس كنت بزود عليها عشان تكون ten لكن هنا باخد منها بس تلف منها عشان في الاخر تكون موجودة هي number ten نشوفها هنا مع بعض في الاجزامب هنا عندي 13 minus five 13 minus five اقول ايه يا ثرتين اخد مني كام عشان تبقي ten هتديني كام عشان تبقي ten اعمل ايه اقول ثرتين minus ten هيتفضل هنا عندي كام three اخد three واكتبه هنا تمام خلاص انا بقى تماشي مع الجزء ده خلاص خلصت الثرتين الفايف لما اعمل لها minus three لما اخد منها three هيتفضل هنا عندي كام two excellent طب والثابت هنا عندي هنا عندي ten and ten دي مش بتضغير هنا عندي الثرتين الثرتين minus كام تديني ten ينفع minus two excellent ماينفعش هنا عندي الثرتين minus three يبقى الثرتين minus three equal ten هنا هيتفضل هنا عندي number two هقول ten minus two equal eight ونروح فوقه نتاكد ثرتين minus five هقول after five six seven eight nine ten eleven twelve ثرتين حلاقة اللي طلعته هنا عندي على الهانديكام eight excellent انا كده ماشية صح هقول ثرتين minus five equal eight معلش الطريقة دي غلصة شوية بس تفهموها معي عشان لما تجيلكوا بالطريقة اريد حلوها على طول هنا عندي fifteen minus nine fifteen minus nine هنا هبص للففتين وقول لها يا ففتين هتديني كام عشان تبقيه ten هعملها ازاي؟ هقول fifteen minus ten equal five هيتفضل هنا عندي كام؟ five خلص خلصنا مصلوحتنا من الففتين نروح بقى نبص عند ال nine يا nine لما تعملي minus five يتفضل كام؟ nine minus five equal four تمام؟ انزل تحت اثبت هنا عندي ال ten واثبت ال ten هنا عندي الففتين هشيل منها كام عشان تديني ten؟ five ولا four؟ five وهيتفضل four النحية التانية عايز اقول لكم حاجة اخدوا بالكم منها دايما النمبر اللي هكتبه هنا هو نفس النمبر اللي طلعلي لما انا كتبت الرقم ده وشيلت منه ten ازاي؟ هنا قلت fifteen minus ten طلعلي five هي اللي كتبتها في الاول تمام؟ طب هنا عندي فوق لما قلت thirteen minus ten طلعلي كام؟ three يبقى three دي هي اللي انا كتبتها في الاول هنا لما قلت sixteen minus ten طلع عندي كام؟ six يبقى ال six دي اللي كتبتها في الاول تمام؟ طب هنا عندي ايه؟ ten minus four equal six ten minus four equal six لو كتبت هنا fifteen minus nine fifteen minus nine equal حاول after nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen حيتفضي هنا عندي كام؟ اللي طلعتهم على الهند هنا عندي كام؟ هنا عندي number six number six يبقى حاجة خالص في اخر خطوة اقول fifteen minus nine equal six تمام؟ هي بس لطريقة جديدة شوي عشان كات كنت قيل عليكو؟ بس هي سهلة ما فيها اي مشكلة انا سهلة بس لطلعتها لكو بطريقة كويسة ان شاء الله مش تتلقبطوا فيها طيب واخر مسألة دي مسماروة دي بقى اللي هتبقى homework دي اللي هتبقى homework دي اللي هتكتبولي number بتاعها في comments تحت لشانا اعرف انتوا فهمتوا مني الفيديو ولا لا يبقى homework اللي فوق عندي ده هتكتبوه عندكم انما المسألة دي الوحيدة اللي هتكتبولي الحل بتاعها في comments تحت يبقى number اللي هيتلع لكو هنا هتكتبولي في comments تحت عشان ان شاء الله في الفيديو اللي جاي حالا عن اسماعكو في جاية الفيديو يبقى ما تنسوش ان السؤال ده هم work عليكو هتكتبولي answer بتاعتو في comments تحتك وجنب الانسر هتكتب لي name بتاعك الاسم تحت تمام اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو فهمتوا شرح المال ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا انو اشوفكو الفيديو اللي جاي موسيقى الملابس